شهر التوعية من سرطان القولون والمستقيم نظم مستشفى سيدة صغارة الجامعي بالتعاون مع جمعية سعيد حملة مجانية للتوعية وللكشف المبكر عن سرطان القولون وتحدثت المؤسسة لجمعية سعيد السيدة هانا نمر عن هذا التعاون بين المستشفى والجمعية هلأ حالياً صرنا مأمنين الفحص عم نأمنوا عمدار السنة بأكتر من 33 مختبر بأنحاء لبنان مجاناً على حساب الجمعية وعملنا إطلاق للحملة الوطنية بـ 3 أدار سنة 2023 حملة وطنية للتوعية والكشف المبكر لأنه إذا عملنا توعية وما في كشف مبكر ما قدمناه ما حدا رح يعمله والإقبال كتير كتير قوي مثل ما شايفين هون ونحنا منجيب هيدا المجسم معنا على كل المحادرات على كل النشاطات لنفسر للعالم كيف الفحص نتيجته وكيف لازم يعدوه شو يعني إذا طلع إجابة وكيف لازم يعملوا نظور لما يطلع إجابة وكمان لازم الحكيم شو ما لقى بهالنظور يشيل ويبعث على الزرع فبتشكركم وبتشكر سيدة مستشفى سيدة صغرطة على النشاط الحلو وكان للدكتور أنتوني صاروفيم حديث حول أهمية التوعية من سرطان القلون توعية والأعلام وكل هالتغطية اللي عم تنعمل طينا نعرف أنه تكون فيه توعية من هالسرطان هيدا وتاني شيء كمان نعرف هالمرضى اللي شكي بشي أو انشي هالفزا أو هالتبو إذا كان عندنا أي عوارد بالجهاز الهضمي بالأمعاء بالخروج بالدم أنه لا فينا نعمل هالفحص بتصير بطريقة هيك أهيا للمجتمع وللصعيد الشخصي كما وتضمنت الحملة استشارات طبية مع أخصائيين في الجهاز الهضمي جراحة عامة أو رام سرطانية وتغذية ترجمة نانسي قنقر